زي ما قلت لحضراتك و بقول لحضراتك دايما افتخر أنت في حضرة النادي الأهلي خلال الفترة السابقة كان هناك وعد من مجلس إدارة النادي الأهلي أنه سوف يتم افتتاح مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة طيب وحرص على أن مجلس إدارة النادي الأهلي دائما يفي بوعوده نهاردة كابتل محمود الخطيب قام بجولة تفقدية نهاردة لمقر النادي الأهلي بالتجمع الخامس اللي حضراتكم شايفينه ده كاميرا قناة النادي الأهلي كانت موجودة وبتوري لحضراتكم إيه اللي موجود يعني حضرتك عضو من الأعضاء النادي الأهلي في مقره الجديد في القاهرة الجديدة حضرتك تقدر تروح إمتى هنقول لحضراتكم بعد الافتتاح ولكن هنقول لحضراتكم عادة الافتتاح ولكن اللي حضرتك شايفوا ده حقيقة وليس خيال وليس صراب يعني مجلس إدارة النادي الأهلي قال لحضرتك أنه هو إن شاء الله السنادي حيتم افتتاح المقر النادي الأهلي وتبقوا حضراتكم موجودين فيه إذن النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي بيفي بكل التزاماته النهاردة كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفينه كان متواجد النهاردة في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس أو في القاهرة الجديدة وعد على جزء جزء وعلى حتة حتة علشان يتطمن أن هذا المقر جاهز لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي كابتل محمود كان بيتطمن على أن المرحب بصوا حضرتك لا ده الناس المفروض تقعد بقى كابتل يعني ننتظر أن يتم الإعلان عن موعد افتتاح إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله كابتل محمود بنفسه الحقيقة لف النادي كله النهاردة يعني حتى كل المحيطين بالكابتل ولف النادي كله وكان بيحاول يشوف كل مكان في النادي ومدى استعدادية وجهزية استقبال مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة لأن إحنا أعضاءنا أعضاء النادي الأهلي بالنسبة لنا أعضاء الجمعية العمومية والجمعية العامة مختلفين بالنسبة لنا لازم يخشوا يلاقي كل حاجة نظيفة لا لازم يخشوا المقر النادي في أي مكان يلاقوه زي ما حضراتكم شايفين كده منتهى النظافة منتهى الجمال منتهى الشياكة أنت الأول في كل شيء الأول في كل شيء مبنى خاص بأكاديمية النادي ومباني خاصة بكل الأمور الإدارية اللي في النادي كان موجود المهندس المختص في هذا الأمر واتكلم مع الكابتن وطمن الكابتن على التفرة الإنشائية المستشاري الهندسي للنادي الأستاذ المهندس سمح علي كامل كان موجود وطمن الكابتن على كل هذه الأمور منطقة الألعاب بالنسبة للأطفال لأنه مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة زي ما حضرتك شايف حاجة في منتهى الفخر طفرة إنشائية كبيرة جدا جدا زي ما حضرتك شايف أنا الكلام اللي حضرتك بتشوفه ده مش كلام احنا مصورينه من المستقبل مثلا لا الكلام اللي حضرتك شايفه ده حقيقة مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة يعني دي البوابة بتاعة النادي الأهلي في مقر القاهرة الجديدة ده كابتن محمود داخل من البوابة هو قاعد في الجولف كارت علشان الحاجات دي موجودة قريدي علشان خدمة الأعضاء كابتن خطيب هو بيلف في كل مكان زي ما حضرتك شايفين خلي بالكم كابتن خطيب بياخد باله من تفاصيل التفاصيل يعني ممكن هو ماشي كده يشوف ورقة مرمية مش عايز اقول لحضرتكم ايه اللي ممكن يحصل في مثل هذه الأمور بيتطمن على كل حاجة وبياخد باله من كل حاجة كله أعضاء مجلس قدرة النادي الأهلي بها ده الشكل اه بص جاي بالكرسي بيشوف بتقودوا هنا بتعملوا ايه وروني وروني الموضوع بيبقى ماشي ازاي هذا هو الفارق لأنه كل أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي بالنسبة للمجلس الإدارة وبالنسبة لكل الناس الحقيقة مختلفين مختلفين لأن انت هتبقى قاعد في حضرة نسر النادي الأهلي وفي حضرة اللون الأحمر اللي حضرتك بتحبه في كل مكان في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين تجهيزات على أعلى مستوى اهو اهو هو هنا بيقوله ايه واضحة انا مش محتاج اتكلم هو هنا بيقوله ايه بيقوله الحتة دي مش نضيفة ليه واضحة يا دي مش محتاجة ان انا اقولكو اقول لحضراتكم كابت الخطيب بيقول ايه الدنيا هوا لكن بيصر على النظافة وقتي لازم تبقى عندك كل حاجة نضيفة كل حاجة نضيفة لأن ده المقر القادم لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي ده فكر الكابتن الخطيب وفكر مجلس إدارته بالمناسبة يعني فالحضراتكم شايفينه ده ده مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة ويعني اقبال كثيف على على العضويات خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا لأنه بالفعل كل اللي بيروح بيشوف حاجة جديدة كل يوم ان شاء الله خلال الفترة الجاية يتم الاعلان عن افتتاح مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة على أنه في مثل هذه الظروف الصعبة زي ما حضراتكم شايفين الدولار كان ب15 جنيه دخلين في 25-26 أنا معرفش الرسمان بـ 24 ونص تقريبا وبالتالي في ظل هذه الظروف الصعبة جدا 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 حضرتك كنادي أهلي واقف على رجلك بتفتح مقر جديد مقر يخدم أعضاء الجامعية العمومية ويخدم الرياضة في مصر أعضاء الجامعية العمومية والرياضة في مصر شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على التنفيذ الدائم لكل تطلعات جمهور النادي الأهلي وأعضاء الجامعية العمومية من خلال مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس أو في القاهرة الجديدة وان شاء الله المقرات تأتي تباعا خلال الفترات القادمة